محمد العوالقي في كل الدول هتلاقي مغردين محبين جدا للنادي الاهلي ومدركين قيمته الكاتب الصحف اليمن محمد العوالقي يكتب لموقع جول سبورت السعودي يعني المسألة مش في مصر خالص فالعوالقي كاتب مقالة مهمة كل ده كان ليه وبيقول ما يحدث للاهلي من تآكل نفسي مخيف وهبوط حد في الدورة البدنية للعبين حاجة طير البرج من النفوخ وكلما سألت كل ده كان ليه يجيباني محمد عبدالوهاب من غير ليه الأغرب من الإبل أن ما يحدث للأهل من توهان وإلة حيلة ليس وليد اليوم ولكنه امتداد لأخطاء الموسم الماضي الكارثية التي أهدت لقب الدوري للزمالك على طبق من زهب وبطريقة دراماتيكية قبل عامين كان اللاعبون في وضع أفضل من النحية النفسية الأمر الذي كان له أثره الإجابة على النحية الفنية منذ الموسم الماضي تبدل الحال وسبحانا الذي يغير ولا يتغير يمكن ترجمة معاناة الأهلي في نحيتين من النحية الفنية ثم بيقول استنساخ الأخطاء الغريبة في التمرير غير الدقيق أي ضعف عام في قراءة تحركات الزميل والخص مع عدم التفكير في تسريع الإيقاع ندرة التصويب المركز على المرمى المبلغة في الاحتفاظ بالكرة سوء تموضعات اللاعبين بطء تركيزهم وتحركاتهم بكرة وبدون كرة تهالك الفاعلية الهجومية أمام مرمى المنافس ثم يتحدث عن النحية النفسية غاب الأداء القتالي تراجع حماس اللاعبين فترت عزيمتهم وقلت طريقة انضباطهم التكتيكية والنتيجة العملية لهذه الفوضى النفسية غير الخلاقة أن التركيز تراجع حتى الضآلة وأصبح على مقربة من الحضيط بعيدا على تعليق ما يحدث للأهلي يمكن القول أن الحقيقة واضحة تماما مهما كان حجم تركة الأخطاء الفنية والتكتيكية نعم أيها الأهلوية حبيب أولوبكم الأهلي يمر بأوقات عصيبة وهو يهدر النقاط ويضعف من منسوب عيوبه لأن لعبيه داخل الملعب غير ملتزمين تكتيكيا وبعدين عن التركيز قبل أن تكون الحلول سيئة خارج الملعب الإشكالية الأخرى أن الأهلي أصبحت حلوله على المقاعد قليلة رجاء لا تقول لي جميع اللاعبين تحت الضغط لأن الظروف صعبة جدا إذا كان هذا اللاعب أو ذاك لا توجد لديه القدرة على مواجهة هذا الضغط والتغلب عليه وتحويله إلى طاقة تحدي خارقة فعليه أن يجلس في بيتي ويمتهن مهنة أخرى غير كرة القدم طيب ما احنا هو بنقرأ انتقاد واضح لغيبة تحمل الضغوط اللي ما يقدرش ما يكملش لكن في نفس الوقت هو لمس لما كانت الحالة النفسية الوليء المترتب على الحالة البدنية فيه جهزية أفضل كان بقى كل العيوب دي مش موجودة أيوه أستاذ إبراهيم احنا دعنا الموسم ده بتدينا ازاي أنت قابلت الثلاث فرق الأهم من وجهة نظر الجمهور ومن ناحية الفنية أيوه وفست عليهم فوزا ثقيلا أيوه إسماعيلي زمالك بيرامد أيوه كان الإعلام مركز أنه يقلل من انتصارك لدرجة فاز الزمالك 3-5 عن نادي الأهلي تقريبا التعليقات كيف يتلخص الأمر هذا هكذا كما فاز عليه 2-2 بعد كده ويحتفل الزمالك بالفوز على الأهلي الزمالك الأفضل رغم الخسارة مش حرف إيه الزمالك دائما هو الأفضل رغم الخسارة وهذا لا يوجد على الأرض الواقع من واقع الإحصاءات والفرص الضائعة والمنطقة ويجي يقول لك في مطش القضية كرة زيزو اللي في العرضة اللي هي من 30 يارض ويتناسوا الجن فاضي في 6 يارض واش حد بيحطها في العرضة ما يجي حدش يجيب لك سريط